ينضم إلينا حول هذا الموضوع من مأرب اللواء محسن خصروف المحلل العسكري أهلا بك سيادة اللواء إلى حدث اليوم أبدأ معكم قبل الحديث عن تطورات الميدانية بتوقيت أهلا فيك هذه المعركة هل أتت ردا على مطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بإيقاف الأعمال القتالية في اليمن فورا؟ ليس ذلك وحسب ولكن ما تضمنه جزء من المشروع الذي يتحدث عن حكم ذاتي وتفتيت المناطق اليمن وإغفال المرجعيات الرئيسية الثلاث المبادر الخليجية ومعالية التفديد المزمنة ومخرجات الحوار الوطني والقرارة 22-16 وكل هذه المرجعيات الذات الأهمية التي دفع الشعب اليمني من أجل الوصول إليها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحة وعشرات الآلاف من الأرامل واليتامة والثكالة كل هذه أرادت هذه المبادرة أو هذا المشروع أن تجفز عليها لتعطي الحوثي جزء من اليمن يحكمه بما يشاء بمشروعه الإيراني بتعصبه المذهبي بعنصريته بتعاليه على الشعب اليمني هذه الأمور في مجموعها الرد عليها هو العمليات العسكرية الجارية الآن في الحديدة وأنا دائما أؤكد أن الجيش الوطني اليمني على استعداد ولديها القدرة المادية والبشرية أن ينجز عملية استعادة الدولة في وقت قريب جداً لو لا هذه الكوابح من كيري وما قبل كيري إلى هذه اللحظة ولكن كيف ذلك أساس محسن والمعارك لها أكثر من سنتين سنتين ولا تزال الأمور على حالها يعني لو نأخذ مثلاً معركة الحديدة كم مرة جمدت هذه المعركة ولم يتم استعادتها بالكامل طبعاً المسألة واضحة مش بس الحديدة كم لمعركة تعز ولم تنجز كم للقوات الجيش الوطني مجمدة في جبهة نهم وفي جبهة سرواح ولماذا تعطلت عملية البيضاء كل العملية التالية مجمدة في مناطقها الرئيسية بفعل فاعل بفعل الضغوط الدولية على التحالف وعلى الجيش الوطني على الدولة الشرعية اليمنية بحجة أن ثمت حلول بديلة وهي حلول سلمية الدولة الشرعية في اليمن رئاسة الدولة والحكومة وكلها دولة يعني بمؤسسات لها شرعية الدولة لا يمكن أن تتصرف كالميليشيات أو كالعصابات وترفض المبادرات السلمية طيب ولكن هذا الموضوع لم يكن مرة واثنين وثلاثة سيد محسنين البعض يقول بأنه في كل مرة الشرعية تحاول أعطاء مجال الحل السياسي لأنها تدرك بأنها غير قادرة على الحسم العسكري الشرعية ليست وحدها في الميدان الشرعية مرتبطة بالتحالف مرتبطة بالدعم اللوجستي مرتبطة بالإمكانيات مرتبطة بالقرار مرتبطة بأمور كثيرة العملية الآن في اليمن نتحدث عن قوات التحالف العربي نتحدث عن الجيش اليمني الجيش السعودي الإماراتي السوداني المساهمات المصرية كل هذه العملية ليس هناك الآن سوى خيارين إما أن يعلن العالم صراحة أن ينبغي على الدولة الشرعية أن تسلم بالإنقلاب وتنكفع على ذاتها وعلى التحالف العربي أن يرفع الغطاء عن الدولة الشرعية ويطلق العنان الحوثي وإما أن يقولوا أن هناك قرارات دولية ينبغي أن تنفذ وفي هذه الحالة ينبغي أن يطلق تطلق يدأيدي الجيش الوطني اليمني في كل الجبهات في كل مرة يصل فيها الجيش الوطني اليمني إلى نقطة سينتصر فيها سيحقق فيها انتصارا مفسريا تأتي مثل هذه المبادرات وقد تأتي أمور أخرى أكثر يعني أكثر اليوم لو أخذنا معركة نعم معركة الحديدة التي استؤنفت على ما يبدو ويقال بأن هناك تعزيزات عسكرية تحشد لها من جديد وبالفعل هناك استعادة لطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء حتى الآن بعد استعادة هذه أو استئناف هذه المعركة هل تعتقد بأن هذه المرة سيتمكن الجيش اليمني من حسم هذه المعركة أم يمكن أن يعود ويعطو مجالا للحل السياسي كما في كل مرة الجيش الوطني يستطيع كما قلت أن ينجز عملية الحديدة وكل العملية ولا تلقوا بارا لما يقال عن أن الحوثي يحفر الخنادق ويعمل شبكات خنادق ويهدد الحياة الجيش الوطني يعرف كيف يصل إلى كل منطقة في الحديدة وإلى ميناءها الرئيسي وإلى إنجاز التحرير الكامل يعرف هذه ويعرف المداخل ومخارج المدينة المهم هو أن لا يواجه بكرت أحمر من جديد أن لا يواجه بكلمة ستوب من جديد هذه المشكلة لأنه ليس هناك في هذه الحالة ما أدري هل أقول أنه ليس ليس أمام الجيش الوطني السواء أن يستمر في هذه المعارك بغض النظر عن ردود الأفعال الإقليمية والعربية والدولية هذا ما يعني ما يقعي نطرح عملية الحديدة تكات تنتهي لكن تحرير الحديدة وضمان أي انتصار في الحديدة مرهون بتأمين الجزء أو الحدود الشرقية للمدينة للحديدة للمحافظة بالكامل هذا الجزء الشرقي هناك ثلاث طرق رئيسية في منتهى الخطورة يأتي منها المدد اللوجستي وهي طرق استراتيجية طريقين من صنعة عبر الحيمة وحراز لا إلى باجل وطريق من صنعة مع برعانس تصل عبر ريمة إلى باجل وكله 16 طريقين وطريق آخر من الإب يصل إلى القفر ومن القفر إلى جبرراس ومن جبرراس يصل أيضا إلى الحد الشرقي للحديدة وهذه تأتي من مناطق فيها مخازن لوجستية وعلى طريق معبر آنس الحديدة في مراكز تدريب وعقد اتصالات ومخازن لوجستية مخازن أسلحة ومخازن صواريخ ومخازن عتاد ومواد غذية هذه الطرقة الرئيسية ما لم تؤمن أي انتصار في الحديدة معرض الخطر لكن نحن الآن بصدد أن يترك للجيش الوطني اليمني إكمال هذه العملية وتحرير الحديدة والحديدة هي مفتاح أي حل سلمي من يريد حل سلمي للقضية اليمنية عليها أن يترك الجيش لسيطرة على الحديدة شكرا لك اللواء محسن خصروف المحل العسكري حدثنا مباشرة من مقرب شكرا لك